شوف يا سيدة على ساعتك صادل تلت ساعة بالضبط تلت ساعة بالضبط ويتقفل باب القيد الإفريقي تلت ساعة بالضبط وخلاص كده باب القيد الإفريقي يعني قوائم الفرق اللي هي الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز الأربعة المشاركين في دورة أبطالي إفريقيا والكونفضر اللي هي لازم يكونوا بعضوا النادي الأهلي وبما أننا نتحدث عن النادي الأهلي أرسل قائمةه الإفريقية بقائمة مكونة من 33 لاعب ولن يحق للنادي الاهلي إلا إضافة سبع لعبين فقط لغير السبع لعيبة دولة مش حيكونوا موجودين في الأدوار الأولانية يعني الأدوار الأولانية إحنا بنتكلم فيها وفي الكاس وفي السوبر مش حيكونوا موجودين مع النادي الاهلي غير المجموعة دي السبع الجداد اللي حينضافوا دول ينضافوا إمتى بقى في يناير في مرحلة دوري المجموعات بمشيئة الله نعم النادي الاهلي هذه هي القائمة التي ستكون متوجدة مع النادي الاهلي في بطولة إفريقيا تلاتة وتلاتين لعب التمام والكمال تعالوا نشوف مع حضراتكم الأسماء وممكن اللي كنا بنتكلم مع حضراتكم فيه في معلومات يوم الجمعة وكان عبدالبسط أرى لكم مشهد بدري شوية تلاتة وتلاتين لعب هم محمد الشناء وعلي لطفي ومصطفى شبير وحمزة علاء رباعي حراسة المرمى تم تسجيله في القائمة الإفريقية خط الدفاع سعد سمير ورمى ربيع ياسر إبراهيم ومتولي وبنون ومحمد هاني وبكهم وآيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وأحمد نبيل كوكا كريم ندفد والسلية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج وأفشة ونصر ماهر وجونيور أجايي وإحسين الشحات وكهربا وطاهر وواليد سليمان وأحمد سيد غريب ومحمد شريف ومروام محسن وصلاح محسن وولتر بولي إذن أعتقد وشباب برضو قلولي دي قائمة النادي الآلي بالكامل مفيش لعيم خرج منها دي قائمة النادي الآلي بالكامل لم يخرج لعبا واحدا من قائمة النادي الآلي بما فيهم حتى كريم ندفد عشان بس حكوا تكونوا فيه الصورة إذن النادي الآلي احتفظ بكل لاعبي بالكامل بالكامل حتى من يقال أنهم سرحلوا عن النادي الآلي كلهم سجلوا خد بالك ان القائمة الافريقية تغير عددها واصبح عشان برضو الليمان ليس لدي المعلومة يستغرب شوية يقولك ازاي القائمة يسجل كده لان القائمة فيها اربعين لعيب فلسه القائمة قدامه سبع لعيبة وده ممكن باقي الوقت القائمة طبعا يضفهم بس مش حشاركم معها غير في دور المجموعات